السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله اليوم سنتكلم عن طريقة تحميل الدروس ملفات التورنت وكيف تحمل بشكل عام ملفات التورنت نحن في موقع الوستدي الذهبي رفعنا الدروس على ملف تورنت هذا ملف التورنت سيحملك ملف التورنت سعب حملي الآن ملف التورنت هذا شكل ملف التورنت طيب أنا كيف أحمل من ملف التورنت لابد يكون عندي برنامج تورنت طيب تدخل على جوجل تكتب في البحث يوتورنت طيب هذا من أشهر برامج التورنت يوتورنت أدخل عليه إذا جهازك ماك تلقائي بعد الدونلود رح يدخلك على صفحة الماك وإذا جهازك ويندوز رح يدخلك على صفحة الويندوز أنت اختر ماك إذا ماك أو ويندوز إذا كنت ويندوز وبعد كده أضغط تحميل رح سويلك دونلود رح يطلب إيميلك طبعا تقدر تسوي دولود بدون تحط إيميلك سوي سيف لكن الإيميل هذا إذا تريد تسجل عندهم أو تريد تسمع أخبارهم حسب ما تريد نسكر الصفحة تقدر أنت تحدث أو أكصد تثبت تثبيت عادي طبعا أنا التورنت مثبت عندي مسبقا فاستجر تثبت تثبيت عادي دبل كليك تثبيت تثبيت المعروف في التورنت سواء ويندوز أو ماك بعد كده تضغط دبل كليك بعد ما تثبت تثبيت البرنامج البرنامج موجود عندي هنا هذا برنامج التورنت تضغط دبل كليك على الملف اللي حملته طبعا هنا سألني دعنا نحدث طبعا الملف نشوف نقفل التورنت أنت لو ضغط دبل كليك على الملف أو فتحت الملف بتورنت يعني فتح استخدام التورنت راح يفتح لك برنامج التورنت ويعطيك مربع الحوار هذا المربع هذا يسألك راح يطلع لك كل الحلقات من 1 إلى 15 هذه حلقات الدروس تقدر تقول select none وأبغى الحلقة الأولى على سبيل المثال فأنا اخترت حلقة رقم 1 وتقدر تشوف في كل حلقة إذا في سهم هنا لاحظوا شكل السهم على جنب تقدر تشوف من خلال السهم هذا وضغط عليه راح يجيب لك وش فيه داخل المجلد رقم 1 هذا مجلد في حلقات الحلقة صورة وصورة للتطبيق كل مجلد في حلقة صورة وصورة للتطبيق هذه الحلقات تقدر تحملها كلها مرة واحدة لو ضغط select all أو حدد حلقة من الحلقات قلت أنا أبغى حلقة رقم 5 طيب لو فرضنا أن نحن أريد حلقة رقم 1 أو دعنا نقول select فرضنا نبيل cover اللي هو الغلاف الأول والصورة اللي في الأخير طيب ضغطنا أوك رحيبت التحميل عندي هنا لابد تطلع هنا حركة التحميل الآن لاحظوا هنا تم التحميل 75% الملف جدا صغير لكن الملف الكامل للتحميل 2 جاقة أصلا 2 جاقة ملف التحميل الأصلي لاحظوا هنا speed بدأ التحميل هنا بكمل 80% عبارة عن صورة بسيطة فعشان كذا اخترتها راح تشوف التحميل بشكل سريع بس أبيكت تعرف إذا تم التحميل إيش راح يصير طيب جاني إشعار هنا إنه تم التحميل أقدر أضغط عليه أو أني بالنسبة للماك للجنب هنا هذه هي قونة شعرات ألقى أنا التحميل هنا تم أو أني أضغط هنا على شكل العدسة هذه البحث لو ضغط عليه راح يجيب لي ملف التحميل أدخل عليه ألقى أحمل لي الملفات اللي موجودة حقات التحميل هذا الكفر وهذا الحق الشيرينج اللي احنا حطيناه فأنت تقدر تشوف الملفات اللي سبقه حمتها أنا حملت قبل شوي 15 وحلقة رقم سبعة وحلقة رقم واحد مع صورة تطبيق طيب هذه الملفات تحملها في ثواني لأنها صغيرة لكن لو حملت الملف الأصلي لو حذفنا وضغطنا مرة ثانية دابل كليك على التورنت وقلنا كل ملفات راح يجيب لي هنا 2.37 هذا حجم الملف وضغطنا عليه select all تقدر تحدد من هنا موقع الملف طبعا تقدر تحدد موقع الملف تقول والله أنا أبغى الملف يكون في golden studio أبغى يكون في download اللي انت تشوفه مناسب بالنسبة لك بعد ذلك تضغط اوكي لو دخلت على برنامج التورنت راح تلقى التحميل يتم الآن يبدأ التحميل تنتظر شوي وتشوف التحميل يبدأ معك وبدأ السبيد يتحرك عندك هنا وهنا هذا السبيد بدا يتحرك الآن بدأ التحميل يتم معك واحد بالمئة لين يتم التحميل ويتحمل معك اللي يميز برنامج التورنت واللي خلانا نختار برنامج التورنت انك حتى لو قفلت الجهاز يعني لو وقفت التحميل وقفلت البرنامج تكفيل نهائي ما راح تواجه مشاكل ان تقدر ترجع وتكمل التحميل من اخر نقطة حملتها يعني ما عندك مشاكل حتى لو تقفل الجهاز لو طفلك احرب عليك شفتلك اقرب مقهى تقدر تكمل التحميل يعني مو زي الروابط المباشرة الروابط المباشرة تحتاج انك تدخل في اشتراكات ودفع وفلوس لا التورنت حمل الملف بس عندك وخلا موجود عندك double click يتحمل عندك الملف ووالله راح يتحمل عندك البرنامج او الفيلم او المسلسل او اي شي تبي تحمله تقدر تحمله من برنامج التورنت وبكرة انت تقدر تتعلم عن طريق ملفات التورنت تحيةكم الله ترجمة نانسي قنقر